أصيب 24 جندياً بينهم 6 في قطاع غزة خلال الساعات الماضية ليبلغ عدد الجرحى أكثر من 3700 منذ بداية الحرب على غزة في غضون ذلك تستمر المعارك والاجتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة في ظل تكثيف جيش الاحتلال استهدافاته لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة ففي مناطق وسط القطاع تركز قوات الاحتلال على الأطراف الشمالية من مخيم النصيرات بالإضافة إلى مناطق المغرقة والزهراء في وادي غزة فيما تستهدف المدفعية الأطراف الشرقية من مخيمي لبريج والمغازي بشكل كثيف في حين يشهد مخيم لبريج اشتباكات عنيفة في وقت تحاول فيه آليات الاحتلال تعميق توغلها من الأطراف الشرقية للمخيم من خلال تنفيذ مناورات تقدم على عمق كيلو متر مربع واحد تحت غطاء كثيف من المدفعية التي دمرت عددا كبيرا من المباني السكنية إلى أنها ما تزال تتمركز في المساحات الزراعية الفارغة فيما تستهدف فصائل المقاومة آليات الاحتلال بقذائف الهام أما في مخيم النصيرات فتشهد الأطراف الشمالية منه قصفا مدفعيا عنيفا حيث يعمل جيش الاحتلال على تأمين ممر ناتساريم من الجهة الجنوبية فمنذ بداية التوغل البري تركز آليات الاحتلال على الممر الذي أنشأته لفصل القطاع إلى جزئين وتستهدف بشكل متكرر مناطق المخيم الجديد ومدينة الأسرة كذلك شهد مخيم النصيرات خلال الساعات الماضية غارات جوية عنيفة بالتوجه إلى مخيم المغازي فآليات الاحتلال تحاول التوغل باتجاه مدينة دير البلح في الغرب منطلقة من الأطراف الجنوبية للمخيم وهي في مجملها أراضي زراعية وتخوض المقاومة في هذا المحور اشتباكات عنيفة حيث أعلنت عن تدمير عدد من آليات الاحتلال من جرافات ودبابات ميركافا بقذائف الياسين وعبوات الشواض إلى الجنوب حيث مدينة دير البلح أي محور كوسوفيم تحاول قوات الاحتلال إعادة توغلها فيه وسط قصف مدفعي عنيف حيث اقتربت من منطقة ما يعرف بالمطاحن على شارع صلاح الدين وتقصف آليات الاحتلال والمدفعية مربعات سكنية كاملة في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس في أقصى جنوب القطاع أي مدينة رفح تمركزت آليات الاحتلال في الأحياء الشرقية من المدينة الشوكة البيوك السلام والبرازيل بالإضافة إلى محور فلادلفيا حيث تمركزت عند معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح بالإضافة إلى بوابة صلاح الدين وتلة زعرب فيما وصلت إلى الأحياء الغربية وتحديدا عند مخيمي يبنى والشابورة وتقوم باستهداف حي تل السلطان والحي السعودي في وقت تستمر فيه الاشتباكات بشكل عنيف عند معبر كرم أبو سالم ومخيم يبنى فيما تستهدف فصائل المقاومة القوات المتوغلة وتدمر آليات الاحتلال من دبابات وجرفات بالإضافة لقصفها حشود الاحتلال بقزائف الهاون وصواريخ رجوم